ليه في مباراة النادي الأهلي بالذات وانت مدربة قمسكتها حرصة الحدود ولطلع الجيش مش كده مزبوط؟ ايه ليه كنت بتيجي تلعب الناس ولكي ده طالع العشر النهاردة ربنا يستر وكان بعض الناس بتخاف وقال أنا منك وفي مدربين بقالقين منك سواء أهلي أو زمالك ليه انت كنت بتعمل ايه؟ هل انت كنت بتذاكر كويس قبل المباراة؟ كنت بتقرأ اولا انا من الحاجات اللي عجباني فيك طرق ودي أمانة بقولها للسيدر مشاهدين انك بتقرأ الجيم كويس قوي بتوعب توظف اللعيبة بتاعتك كويس قوي بتوعب توظف اللعيبة بتاعتك كويس قوي بتوعب تلاب أدي إمكانيات اللعيبة اللي موجودة عندك شوف أنا في مراحل في حياتي التدريبية كابتن باوصف لما توليت حرص الحدود كمسؤول أول أو كمدير فني أنا توليت من بعد الكابتن حلمي طولان نعم كابتن حلمي طولان مدرسة اه طبعا يعني أعدت معاه أربع سنين أربع سنين أتودك فيها أتعلم فيها وبعدين خرجت حوالي ستة شهر رحت لسموحة في الدرجة الأول لما لقيتش إن أنا ممكن أواصل معها في الدورة الممتاز كرجل أول استأذنت ورحت مع اسموحة كان حصل خلاف بين الإدارة وبين الكابتن حلمي طولان اه فإدارة حرص الحدود جابوني تاني اه جابوني تاني كمدير فني الحكمة دي ابتدت من سنة 2005 2005 ابتدت تتحط الرؤية التدريبية لطري العشر اه نفيش شك الدنيا كانت ملغبطة بالنسبة لي اه يعني انت مش عارف بقى لسة مركز مش عارف ادير كرجل أول وبعدين جايب بعد نجاحات من كابتن حلمي طولها وبالنسبة لي برضو كانت نقلة وزاي أنا أثبت شخصيتي كطرق العشر